بسم الله الرحمن الرحيم أنفنا منهم صعد كتاب ننزل إليك فلا يكن في سطرك حاج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دوني أولياء قليلا ما تذكرون وكم من قرية نهلكنا فجاء بأسنا بياتنه قائلون فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلمقصن عليهم بعلم وما كنا ظائبين والوزن يومئذ الحق فمن تقلت موازينه فأولئك هم المفلحون وانخفت موازينه فأولئك الذين قسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يضرمون ولقد مكناكم في رضي وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة سجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال ما منعك أنا أسجد إذا موتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فخرجنك من الصاخرين قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن إيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال خرج منها مدعوما مبحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شيتوا معهم ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأسوس لهم الشيطان ليذي لهما ما أوري عنهما من سوآتهم وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من خالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاق شجرة فنتلعوما سوآتهما وطفقوا إخصفان عليهما من ورق جنة وما ذاهما ربهما ألمنكما عنتكم الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من خاسرين قال فطوق بعضكم لبعض عدو ولكما في رضي مستقر ومتاع لا حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون يا بني آدم قد انزلنا عليكم لباسا يواريسا آتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوءاتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترنهم إنا جعلوا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تنمون قل مرى ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وأدعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يلمون قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن ونثمه البغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تلمون ولكل أمة نجل فإذا جاء آجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون يا بني آدم إما آياتي أنك رسل منكم يقصون عليكم آياتي يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصاب النار هم فيها خالدون فمن ظلم ممن افترى على الله كذبا وكذب بآياته أولئك ينالهم نصيب من الكتاب حتى وإذا جاءتم رسلنا يتوفونه قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله وقالوا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنة اختهاوا حتى إذا اداركوا فيها جميعا قال تخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء يضلون فآتهم فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تلمون وقالتهم لأخرى فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون إن الذين كذبوا بآياتنا أسكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجس المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فقهم غواش وكذلك نجس الظالمين والذين كآمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف أفسن الله سعها أولئك أصحاب جنة هم فيها خالدون ونزلنا ما في صدورهم من ظل تجري من تحتهم لنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولاء هدان الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثة موها بما كنتم تعملون ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن موذن بينهم ألعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبونها عوجا وهم بالآخرة كافرون ومينهما حجاب وعلى العراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادى أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرف تبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا ألا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى أصحاب العراف رجالا يرفونهم بسيماه قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم سكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خف عليكم ولا أنتم تحزنون ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أنفيضوا علينا من الماء يوم ما عزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم لنساه كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يشحدون ولقد جئناهم بكتاب فصناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تاويله يوم ياتي تاويله يقول الذين لسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نمل قاد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون إن ربكم الله الذي خلق سماوات والأرض في ستة أيام ثم سواع العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس القمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين وهو الذي يرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنتنا به ماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتان لعاكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبت لا يخرج إلا نكدر كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون لقد رسلنا نوحا إلى قومه فقال يَا قَرْبُدُ اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَاءٍ وَيْرُهُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٌ قَالَ مَنَعُ مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٌ قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ مِي ضَلَالَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنْصَحُ لَكُمْ وَأَلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ أَا وَعَجِلْتُمُ أَنْ جَاءَكُوا ذِكْرًا مِنْ رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَا لَكُمْ تُرْحَمُونَ فَأَكِذَّبُوهُ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وأغرق الذين كذبوا بآياتنا إنه كانوا قوم عمين وإلى عاد نخاهم هودا قال يا قوم عبد الله ما لكم من إله غيره أَفَلَا تَتَّقُونَ قال لَنَوْ لَذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحُ نَمِينَ أَوَعَجِتُمُوا أَنْ جَاكُوا ذِكْرٌ مِّرَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ وَأَذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمَ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةٍ فَأَذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعْلَكُمْ تُفْلِحُونَ قَالُوا أَجْئْتَنَا لِنَبُدَ اللَّهِ وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَبُدْ أَبَاؤُنَا فَاتِنَا فَاتِنَا بِمَا تَعِذُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبٌ هَا تُجَادِلُونَنِي فِي أَسْمَاءٍ سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَآبَاؤكُمْ مَا نَزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ فَانْتَظِرُوكُ إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ فأنجينا هو الذين معه برحمة منا وقطنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ عُبُدُ اللَّهَ مَا يَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرُهِ قَالِ جَاءَتْكُمْ بَيْنَةٌ مِرَبِّكُمْ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمُ آيَةٌ فَيَذْرُوهَا تَاكُنْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَاخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَأَكُمْ فِرَضٍ اتَّخِذُونَ مِنْ سُهُونِهَا قُصُورًا وَتَحْتُونَ جِبَالَ بُيُوتًا فَاذْكُرُوا أَلَى اللَّهِ وَلَا تَعْتَوْفِي رَضِ مُبْسِدِينَ قَالَ مَلَأُ الَّذِينَ اسْكْفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِلَّذِينَ الصُّدْعِفُوا لِمَنَ آمَنَ مِنْهُ أَتَلَمُونَ أَنَّ صَالِحًا مُرْسَلٌ مِنْ رَبِّهِ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ قَالَ الَّذِينَ اسْكْفَرُوا إِنَّا بِالَّذِي آمَنْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَأَتْعَنَ بِرَبِّهِمْ وَقَالُوا يَا صَالِحُوتِنَا بِمَا تَعِذُنَا إِنْ كُنتَ مِنَ بُرْسَلِينَ فَأَخَذَتْهُمُ رَجْفَتُ فَأَصْبَحُوا فِي إِذَارِ جَاتِمِينَ فَأَتَوَلَى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوِلَ قَدْلَتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّهِ وَنَصْحْتُ لَكُمْ وَأَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ وَنُوطُ لِفْقُولَ لِقَوْمِهِ أَتَاتُونَ فَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ عَذٍ مِنْ عَالَمِينَ إِنَّكُمْ لَتَاتُونَ الرِّجَالَ شَوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْتُ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَيَتِكُمْ إِنَّهُمُ أُنَاسٌ يَتَطْهَرُونَ فَأَنْجَيْنَا وَهُوَ أَهْلَهُ إِنَّ اَمْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِينَ وَأَمْطَرُنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَأَنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ وَإِلَى مَذِينَ أَخَاهُمْ شُعِبَاهُمْ قَالَ يَا قَوْمِ عَبُودُ اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَاهٍ وَعِرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيْنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَغْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِئِزَانِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُبْسِدُوا فِرَضِ بَعْدَ إِصْرَاحِهَا ذَلِكُ خَيْلٌ لَكُمُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ سِرَاطٍ تُوْعِدُونَ وَتَصُدُونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنَامَنَ بِهِ وَتَقُونَا عِوَجًا وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُ قَلِيلًا فَكَثَرَكُمْ وَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مُفْسِدِينَ وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِّنْكُمُ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا فَاصْفِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْلُ الْحَاكِمِينَ قال مَلَأُ الَّذِينَ اصْفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعِبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا قال أَوَلُكُنَّا كَارِينَ قال افترَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِلْعُدْنَا فِي مِلَّتِكُمْ بَدَ إِذْ نَجَّانَ اللَّهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَعُودَ فِيهَا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا وَاسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا عَلَى اللَّهِ تَوْكَلْنَا رَبَّنَ افتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَا قَوْمِنَا بِالْحَقُّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ وَقَالْ مَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِنَ إِنِ اتَّبَعْتُمْ شُعِبًا إِنَّكُمُ إِذْ لَقَاسِرُونَ فَأَخَذْتُمُ الرَّشْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاتِمِينَ الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعِبًا كَأَنْ لَمِغْنَوا فِيهَا الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعِبًا كَانُوهُ مُخْوَسِرِينَ فَأَتَوَى اللَّا عَلُومَ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ بِلَغْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّهِ وَنَصْحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ أَسَى عَلَى قَوْمٍ كَافِرِينَ وَمَا أَرْسَلَنَا فِي قَرْيَةٍ مِّنْ نَبِيٍّ إِلَّا أَخْذْنَا أَلَهَا بِالبْأَسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ ثم ابدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفو وقالوا قد مست آباءنا الضراء والصراء فأخذناهم بعتة وهم لا يشعرون ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والر ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَيَّاتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ أَوَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَيَّاتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًا وَهُمْ يَلْعَبُونَ أَفَأَمِنُوا مَكْرَىٰ اللَّهِ فَلَا يَامَنُوا مَكْرَىٰ اللَّهِ إِنَّ الْقَوْمُ الْخُوَاسِرُونَ أَوَا الْمِيَدِي الَّذِينَ يَلِتُونَ لَرْضَ مِنْ بَعْدِ آلِهَا أَلْلَوْ نَشَاءُ وَصَرْنَاهُمْ بِثُنُوبِهِمْ وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ تِلْكَ الْقُرَانَ قُصُّ عَلَيْكَ مِنَ أَنْبَائِهَا أَوْرُونَ ولقد جاءت رسل ببينات فما كانون يؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فضرموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق علي أن لا أقول على الله إلا الحق قاد جئتكم ببقينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل قال إن كنت جئت بآية فات بها إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي سبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال ما لو من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخيجكم من ضردكم قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين قال لياتوك بكل ساحر عليم وجاء السحوة فرعون قالوا إن لنا لأجرن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس يصرعبوهم وجاءوا بسحر عظيم وأوحينا إلى موسى أن نلقي عصاك فإذا هي تلقف ما يافكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فهلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن ما زال مكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا من آلاف سوف تلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لو صلبنكم أجمعين قالوا إنا إلى ربنا منقلبون وما تنقم منا إلا أنامنا بآيات ربنا لما جاءتناه ربنا أفرض علينا صبرا وتوفنا مسلمين وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في رضي ويزرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ولا السحين ساءهم وإنا فوقه قاهرون قال موسى لقومه سعينوا بالله واصبروا إن الضل الله يورثها من يشاء من عباده قالوا عاقبة للمتقين قالوا أدينا من قبل أمتاتينا ومن بعد ماجتنا قالوا عسى ربكم أن يهلك عدوكم وإسخلفكم في رضي فينظر كيف تمنون ونقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبوا سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أثرهم لا يعلمون وقالوا مما تاتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمن والضفادع وتم آيات مفصرات في السكبر وكانوا قوما مجرمين ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى تدعو لنا ربك بما عهد عندك لئن كشس عن الرجز لنؤمنن لك لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل فلما كشنا عنهم الرجز إلى أجل لنبالغوه إذا هم ينكتون فانتقنا منهم فأرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها قافلين وأورثنا القوم الذين كانوا يصبعفون مشارق أرض ومغارب التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا وادمرنا ما كان يصنعوا فعن وقمه وما كانوا يعرشون وجاوزنا ببني إسرائيل الحرفة فأتوا على قوم يكفون على أصنام لهم قالوا يا موس جعل لنا إلها كما له آلهة قال إنكم قوم تجلون إن هؤلاء متبروا ما هم فيه وباطل ما كانوا يمنون قال أغير الله أرضيكم إلها وهو فضلكم على العالمين وإذا انجيناكم من فرعون يسومون كسوا العذاب يقسلون أبلاءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم ووعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لم تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه لجبل جعله ذكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول مؤمنين قال يا موسى إن اصطفيتك على الناس برسالتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين وكتبنا له في لواحي من كل شيء موعظة وتفصيل لكل شيء فاخذها بقوة وام القوم كياخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين سأصرف على آياتي الذين يتكبرون في رضي بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنه كذبوا بآياتنا وكانوا على غافلين والذين كذبوا بآياتنا ولقاء لآخرة حبطت عمالهما لجزون إلا ما كانوا يملون واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسد له خوار أن يروا أنه لا يكلمهم ولا يديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين ولما سقط في أيديهم ورأونه قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من خاسرين ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بيس ما خلفتموني من بديه أعجلتم أمر ربكم وأرقل الواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابنهم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي العداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب اغفرني ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وثلة في حياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين والذين عملوا السيئات ثم تابوا من ببها وآمنوا إن ربك من ببها لغفور رحيم ولما سكت عن موسى الغضب وخزن الواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فع السفاء من نار إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتبي من تشاء أنت ولينا ففلنا ورحمنا وأنت خير الغافرين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من شاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويوتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي أنمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يامرهم بالمعروف وينهاه عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصره بوضلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به واعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم شبيعا الذي له ملك السماوات وغرب لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي نمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تتدون ومن قوم موسى أمة يدون بحق وأبي يدنون وقطعناهم اثنة عشرة أسفاق نممار وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنة عشرة عينا قد علم كل أناس مشربه وظلنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوان كنوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا تفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين فابدأنا الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل له من فأرسلنا عليهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السمت إذ تاتيهم حيتانهم إذ تاتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تاتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون وإذ قالت أمة من المتعظون قوما الله ملكوا أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به أنجل الذين ينون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بيس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عما نوعنه قلنا له كونه قردة خواسئين وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم قيامة من يسومهم سوء عذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم وقطعناهما في رضي أممهم منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون فخلف من بعدهم خلف ورث الكتاب ياخذون عرضا زلدنا ويقولون ويقولون سيغفر لنا وإياتهم عرض مثله ياخذوه ألم يوخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله اللحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تقلون والذين يمسكون بكتاب وأقاموا الصلاة وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر مصلحين وإذ نتقن الشبل فوقه كأنه ظلسوا وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما وآتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلك تتقون وإذا خذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألسوا بربك قالوا بلو شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا جرية من بعدهم أفتلكنا بما فعل المرطلون وكذلك نفصلنا آياتي ولعلهم يرجعون واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانصلق منا فأتبعه الشيطان فكان من ضاوين ونشئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى رضي واتبع هواه فمثاله كمثال الكلب إن تحمل عليه الهدى تسركه الهدى ذلك مثال القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون من يهدي الله فهو المتذيك ومن يضنف أولئك هم الخاسرون ولقد درأنا لجهنم كثيرا من الجن والنس له قلوب لا يفقهون بها وله أعين لا يفصرون بها وله آذان لا يسمعون بها أولئك كالعاب بل هو أضل أولئك هم الغافلون ولله لأسماء الحسنى فادعوه بها واذهر الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون ومن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يهدلون والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يلمون وعملي لهم إن كيدي متين أو أن يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إنه وإلا نذير مبين فاولم ينظروا في ملكوت السماوات والرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بده يؤمنون من يضلل الله فلا هادي له ونظرهم في طيانه نعمهون يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إن ما عمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو سأقلت في السماوات ومر لا تاتيكم إلا بطة يسألونك كأنك حفي عنها قل إن ما عمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يلمون قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيبا استكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقى الدعوى الله ربهما لإن أتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعلا له شركا فيهما آتاهما فاتعالى الله عما يشركون أَا يُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُوا شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَسْطِيعُونَ لَهُ مُصْرًا وَلَا أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ وَإِنْ تَدْعُوهُمُ إِلَى الْهُدَى لَا يَتْبَعُوكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْكُمُ أَدَعَتُبُوهُمُ أَمَنْ تُصَابِتُونَ إن الذين تدعون من دون الله عفاد نمتالكم فدعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين أَمْ لَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا قُلُوا ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلَا تُنْظِرُونَ إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتمل الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون أنصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وترى هم ينظرون إليك وهم لا يصرون هو ذي العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإن ما ينزظنك من الشيطان نصغ سعيد بالله إنه سميع عليم إن الذين تقوذان سوطائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مصرون وإخوانهم يمدونهما في الغيء ثم لا يقصرون وإذا لم تاتهم بآية قالوا لولا شابيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وإذا أقوي أقوانوا سمعوا له وأنصتون على كتحبون وأذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجري من القول بالغدو ولا أصال ولا تكن من الغافلين إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبعونه وله يسجدون